الوضوء فعلاً قضية كبرى الوضوء على الطريقة الإسلامية كطاقة والصلاة على الطريقة الإسلامية الصلاة على الطريقة الإسلامية مرتبطة في التبدلات الضوئية للشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس ميلانها عند الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر مرتبطة فعلاً في التبدلات الضوئية للشمس وإذا كان الإنسان في وضعية الصلاة وتمت عملية شروق الشمس أو غروبها تفسد الصلاة فطالما يقوم بعمل تعبد فما علاقة الشمس بها؟ هي فعلاً نحن متفقون جميعاً على سوابها وأهميتها وهي أساس الدين وهي عماد الدين سنعطي لقطة أخرى إضافية إلى أهمية الوضوء والصلاة الوضوء كنظافة خمس مرات في اليوم قضية أساسية سنضيف عليها حالياً بعض الأمور للطاقة زيادة في الترغيب في الوضوء وفي الصلاة نلاحظ على الصلاة الإسلامية أن فيها خمسة أمور أساسية في الصلاة الإسلامية أولاً كل الصلوات المفروضة تقع بالفترات الضوئية من بداية ضوء الفجر حتى نهاية ضوء العشاء نغلق الصلوات المفروضة لا يوجد أي صلاة مفروضة في الظلام هذا موضوع علمي مزهل ثانياً عدد ركعات الصلاة غير متساوية لا بالفرض ولا بالسنة هذا موضوع علمي ضخم الشيء الثالث أوقات الصلاة ليست متساوية يعني بين الفجر والظهر ليس بين المغرب والعشاء الموضوع الهام في الصلاة أنها سنائية القطب لا تصح بدون الوضوء مثل الزكاة ومثل الصوم فلماذا هذا التشديد على الوضوء؟ قلنا أن الصلاة تقع بالفترات الضوئية حينما تبدأ أشعة الشمس بالنزول إلى غلافنا الجوي هناك منطقة في الغلاف الجوي تبدأ بالتكهرب تسمى منطقة الأيونسفير أو الطبقة المكهربة هذه الشحنات الكهربائية تنزل على الأرض الإنسان إذا عنده موضوع صوف أو قضية يعني عبيرتدي قضية صوف بشحنات كهربائية موجودة به أحياناً باب السيارة يعطي كهرباء صهريج البنزين يضع سلسلة لتفريغ الشحنات في الأرض فهذه الشحنات إضافة إلى النظاف التي يعطيها الوضوء نلاحظ أن الوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة نهايات الإنسان الخمسة إيصال الماء أيديكم إلى المرافق قد يكون بعد المرافق هناك تعرق أو هناك غبار أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقط لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة التي تسبب آلام المفاصل والروماتزم مع الزمن لذلك نلاحظ لماذا الوضوء فيه إزالة للشحنات الكهربائية الله كأنه يقول صراحة حينما الإنسان عنده جهاز كهربائي يضع له خط أرضي ما يسمى التأريض لتفريغ الشحنات الزائدة في الأرض الله يقولها صراحة إذا لم تجد ماء لا يوجد مشكلة اذهب إلى عملية التأريض الأرضي فتيمموا صعيدا طيبا أفرغ الشحنات بالأرض ثم أقبل إلى الصلاة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لذلك جاءت الآية أن الموضوع ليس معاجزة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم لم يقل ينظفكم فقط الصابون والماء منظف لكن هناك معقمات للجرح نسميها مطهر للجرح وليس منظف فالله يقول ولكن يريد ليطهركم وليس ينظفكم فقط وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون لهذا الموضوع الذي أعطانا الله إياه ترجمة نانسي قنقر